اشتركوا في القناة وزير الخارجية الامريكية ناقلا سيادته تحياته الى رئيس جو بايدن ومؤكدا على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتطلع لتعزيز التنصيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والامنية وقضايا المنطقة من جانبه نقل بلينكين الى السيد الرئيس تحيات الرئيس الامريكي مؤكدا انه في اطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين فان واشنطن تعول على التنصيق الحثيث مع مصر بقيادة السيد الرئيس لاستعادة الاستقرار وتحقيق التهديئة واحتواء الوضع ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي واوضح المتحدث الرسمي انه في هذا السياق تم استعراض التطورات والاحداث الاخيرة في الاراضي الفلسطينية والجهود المشتركة والمساعي المصرية الجارية لاحتواء التوتر المتصاعد خلال الايام الماضية حيث اكد السيد الرئيس الى ان تطورات الاحداث الاخيرة تؤكد اهمية العمل بشكل فوري في اطار المسارين السياسي والامني لتهديئة الاوضاع والحد من اتخاذ اي اجراءات احدية من الطرفين مؤكدا سيادته موقف مصر الثابت بالتوصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية وعلى نحو يحل تلك القضية المحورية في المنطقة ويفتح افاق السلام والاستقرار والتعاون والبناء واضاف المتحدث الرسمي انه تم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين وقد تم في هذا السياق التطرق الى قضية سد النهضة حيث اكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الصدد من خلال ضرورة التوصل الى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد بما يحقق المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المائية والتنموية لجميع الاطراف مشددا سيادته على اهمية الدور الامريكية للاطلاع بدور مؤثر لحل حالة تلك الازمة اشتركوا في القناة